شايفين محمد أبو جبل زعلان بيبكي ما تبكيش يا جدعة ما تبكيش ده انت من قبل هذه البطولة كنت لعب لك 4-5 مباريات دولية وكنت الحارس التالت في الزمالك السنة اللي فاتت بعد جنش وعواد القدر يفتح أبوابه لك بكل روعة الآن محمد أبو جبل واحد من أفضل حراس المرمى في الكارل الأفريقية الآن محمد أبو جبل الوطن العربي كله بيتكلم عنه الآن محمد أبو جبل الكارل الأفريقية كلها بتتكلم عنه الآن لمصر حارس تاني آخر كبير بعد محمد الشناوي أو مع محمد الشناوي كدف بكدف انت تبكي ليه انت عملت أكتر بكتير من الخيال ما تبكيش احنا راضيين عنك احنا مبسوطين انت ما أسرتش أصل هي الحكاية ايه احنا كنا دايما لما بنزعل على منتخم مصر أو بنطلع ننتقد أو نهاجم أو نقول ده غلط وده صح كنا بنزعل ان نحس انه اللعبة مثلا ما عملتش اللي عليها ما قدتش كويس ما احنا بنخسر ممكننا دايما نقول الجملة دي نخسر بس نخسر بعد برجولة بعد جدعانة بعد شهامة بعد روح بعد أداء رائع بعد أداء مجهود كبير ده اللي عملوا لعبة منتخم مصر واحد واحد ما تقدرش يتلهم على حد فيهم تقول لهم فعلا هارض لك تقول لهم شرفتونا تقول لهم رفعت راسنا تقول لهم كنا بجد فخرين بيكم كنتوا رجالة رفع علم مصر رفع علم مصر واللي رفع علم مصر نرفعه فوق الراس اشتركوا في القناة